استفدت بشبات فائدة النمط الحياة تغيّع منه عسلات قرب فاسفول فاسفول انجوجوات خرابية خاصة من البيبسي والكاور وعشق يسح عليها نعم تغيّع النمط الحياة طابع بعض وجوات بالكامل إذا يصح تبريد يصح يمعك لكم تبريد يصح هنا صفت الأقو والجسم صار بيعض يبر ومالك شو العضلات كنها بس الحياة تقدر ونشين عمري وتمارسات اليومية بشكل ضليل كنت أحبي لقنف قنفت بيتي كنت أحبي دائما بقي على القنفة واسفول وليبسي وأكل وبعض والخابيط قادي ولكن كان لازم بس بعدها وصفت وزريدين هم ليل متين ومعشرين بعدين فون محل اللي راح أسوي عملية تكمين سويت عملية تكمين بس الناس دائما بتدول عملية تكمين بس أنا ضعفت لأ أنا ما ضعفت أنا ما ندش نادي وتمارس بيارة وتمشي صح مع النظام معين التكمين ما راح أفعل لأنه هو فترة معينة بعدها راح أفعل كل شي طبيعي لأن تمام شي صح فأنا كان راح أفعل متين وعشرين بعدها ست شهور نحن سمح لي بكتور أني أمارس ويرقوا وأتجه حد وشوي شوي بعد تنزل انزل من ٢٠٠ عشرين حالياً من بعد سنة طبعت حالياً وزني إنه فين أكيد في طورات رائد ناعد الجسم العضل صار أقوى وأكبر صار فيه سرعة من دائماً دائماً وصارت لعب مدافرة حين دراحجي مايكار رائب شارع بس أنه حلق حين دراحجي وقدر أحطي ويعيف ثم أخيراً لقد أقول هاي أنت بكتورة ما حدي عندك يقدر بيش بأي مكان تبحث عن أي معلومة تتبير وانا الأخ نمشي صح ودوروا على المعلومة الصح واتبع الشخص الصح كذلك راح نمشي وإن شاء الله أمورتنا بقية وانظام والأتي أفدار اليورو ما راح تمنا لأبد أخذها منها